مئات البيوت البلاستيكية تضررت بسوق الاثنين بلدية تشتا ولاية عين الدفلاة جراء الرياح التي شهدتها المنطقة مؤخرا وحتى المحاصيل الزراعية لم تسلم من شدة وقوة الرياح أول مرة تنظر المنطقة كما هذا العام أول مرة جاء الغلاء راحة الحديد راحة الباشرة تشوف الغلاء مكاش ونظروا الناس كي لولا ما قدر يعود يخدم لماذا الباش غالي البيوت البلاستيكية غالية المصالح المعنية تنقلت العين المكان لتقييم الخسائر ومرافقة الفلاح على أمل إعادة بحث نشاطه من جديد حوالي 60 بيت بلاستيكي حطيمات كليا بها بالبنت وجتاحة وأكثر من 600 بيت بلاستيكي فيها أضرار جزئية ونتمنى إن شاء الله أنهم حتى الناس اللي غير مؤمنين إن شاء الله يكون عندهم حتى هم مثل تعويض باش يوصلوا الانتاج تاحهم في المستقبل رانا اليوم جينا في عين المكان وين رايحين نسلموا لهم صوكوك تعويض ليشيك تعويض حتى يتمكنوا من إصلاح الأضرار المسجلة ويعودوا يسترجعوا لنشاط تاحهم خصائر فادحة كبدها فلاح البيوت البلاستيكية أدت إلى توقف البعض منهم ولو مؤقتان بسبب عدم قدرته على العودة إلى نشاط الفلاح من جديد خاصة غير المؤمنين منهم ترجمة نانسي قنقر